اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نفسه نار الازكياء تمام سبب التسمية هو ان النار الاسلامية بناء على المعتقد الاسلامي سيدخلها ازكياء المسلمين وازكياء وعباقرة العالم كله تمام سيدخلها ابو العلاء المعري وابن المقفع وابن الرويندي والصهروردي والفرابي وابن طفيل والخوارزمي وابن الهيثم وسيدخلها ايضا داروين وفرويد وانشتاين ونيكولا تيسلا وكارل ماركس ومداب كوري وتوماس اديسون وهوبكينز واحمد زويل وغيرهم من العلماء والاذكياء والمفكرين في حين انه سيدخل الجنة عبط المسلمين وكما نتذكر في الحلقة السابقة اعملنا حلقة كاملة عن الجنة سمناها جنة العبيط فجنة المسلمين يدخل عبط المسلمين وبلهائهم كما ورد في الحديث عن محمد اغلب اهل الجنة البل يعني اغلب اهل الجنة سيكونوا من البلهاء هكذا قال محمد وهذا الحديث رواه البزار والبياق وهذا فقط لمجرد انهم يقولون الشهادة في حين ان اخيار العالم وفضلائهم وعبقرة العالم من العلماء والمخترعين والمفكرين الذين فدوا البشرية اكبر استفادة سيدخلونا النار الاسلامي وقبل سرد وصف النار في الاسلام اريد ان اوضح عدة نقاط اول نقطة النار الاسلامية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الاله الاسلامي له او يتصف بعدة صفات اول حاجة ان هو اله شرير قاسي يفرح بمعاناة البشر ويبتكر في تعذيبهم وايلامهم والحق اقصى ضرر بهم تاني حاجة ان هو ظالم اله ظالم جائر يعاقبهم بعقوبة ابدية لمخالفة وقتية يعني لو افترضنا فرضا ان غير المؤمنين بهذا الاله ان هذا الاله هو الاله الصحيح وان غير المؤمنين بهذا الاله يستحقون العقاب فالعقل والمنطق ومقدارات العدل تغتدي انهم يعقبوا بعقاب بقدر متعتهم في الدنيا وبوقت متعتهم في الدنيا يعني يعني يتمتع كثير او في الدنيا يتعاقب كثير او في الاخر لكن اللي هو طالع دين امه في الدنيا يعني يعني يعقبه وقال لانه ما تمتعش كده كده في الدنيا بحاجة تاني حاجة المدة الزمنية تبقى متناسبة يعني انا عشت سبعين سنة ستين سنة خمسة اخر سنة منهم غير مكلف يعني عشت خمسة واربعين سنة اعصي الاله الاسلامي مفروض يعقبني خمسة واربعين سنة صح؟ مفروض يعقبني خمسة واربعين سنة مش يعقبني للابد هذا ظلم واجور وعدم منطق يعني وهذا يؤكد ان هذا الاله اله بشري فمجرد عدم الامان وارتكاب المخالفة الوقتية يقتضي من هذا الاله عقوبة ابدية مع ان في نفس الوقت هو لم يرسل لهم رسالة واضحة النص موثوقة المصدر يعني نفترض ان الاله الاسلام هو الاله الحقيقي هو الاله الاسلام والمسيحية واليهودية كما ادعي الاسلام هو الاله واحد وارسل رسالات متعددة حلو طيب ازاي تعاقل الناس وانت ارسلت رسالة غير واضحة اول مرة بالعبرية اه التاني مرة لم تكتب وكتبها الناس بعد كده اللي هي المسيحية التالت مرة باللغة العربية وهذه اللغات لا يتكلم بأغلب البشر والنص يعني غير واضح ويحتمل عدة اوجه فهو غير واضح رسالة غير واضحة وغير اول مرة ارسلتها مع واحد بدوي يهودي والتاني مرة ارسلتها مع واحد يهودي ايضا اللي هو المسيح في منطقة يعني صغيرة ضيقة وليس واضح ان مصدر هذه الرسالة والاله واخر مرة مع بدوي عربي اللي هو محمد فليست موثوقة المصدر اللي عرف في الناس ان الرسالة دي من الاله فعلا تمام يعني موسى كما يدعون شق البحر طب اللي حواليه شفوه بشق البحر نفترض طب اللي بعد كده ما شفوش حاجة يعني ما عندهم ش اي حاجة تؤكد لهم موثوقة المصدر القصص يتورثونها عن السابقين وكذلك المسيحي كان يحيي الموت ويبرق المريض طيب اللي كانوا موجودين معاصرين شافوا الكلام ده بحج عليهم لكن اللي بعد كده ما شافوش حاجة شاهد ما شافش حاجة ازاي تحكمهم عليها اما الاسلام فمصيبته اكبر لان اصلا المعاصرين لم يروا منه اي معجزة ولا اي دليل يثبت انه رسول من عند الله وتحد عدة مرات وسألو عدة اسئلة وفشل في جميع الاختبارات والمعجزة الوحيدة التي ادعيها المسلمون لمحمد القرآن ذلك الكتاب التافه الذي ثلثوه قصص من الطورة وثلث يتكلم عن حياة محمد الشخصية وزواجه وطلاقه وتجوز ديه وطلق ديه ونط على ديه وسب ديه تمام وكلام تافه بقى ليس عليكم جناح انه ان تأكلوا بيوتكم تمام والتلت الاخراني سجع كهان ولم يأتي باي دليل مادي او منطقي او معنوي وتحده العرب ولم يؤمنوا به وفشل بان يأتي باي دليل ولا اي معجزة ولا اي شيء يثبت رسالته الى ان تصادق مع قطاع الطرق وصعلق الصحراء المسمعين بالانصار فكونوا عصابة للسطر المسلح على القوافل ابتدت تكبر واجبر الناس على الدخول على الاسلام بالسيف وكان شاعر محمد شاعر الرسول يعني ومن اقرب الناس له حسان ابن ثابت قال شعرا في هذا الامر قال دع المصطفى ببطن مكة دهرا وقد لان منه جانب وخطابه فلما دع والسيف وصلت بكفيه له اسلام واستسلام وأناب يعني هو الرجل عادي يريد في مكة محدش أمن بيه وقد لان منه جانب وخطاب يعني كان بيكلم بالليل فلما دعاهم والسيف في يده اسلام واستسلام وأناب فالعمل فالعملية واضحة وهو ده شعر الرسول يعني انت تعرف انت كموسل ما اقتر من شعر الرسول اقول شعر الرسول بيقولك الاسلام انتشر بالسيف الناس أمنت لما محمد اشهر سيف فواجه كويس فرسالة غير واضحة وغير موثوقة المصدر ومع ذلك هذا الاله يعاقب عليها عقوبة أبداية فهو اله ظالم جائر تمام فضلا عدم تساول البشر في الفرص تمام وعدم ترك حرية الاختار لهم يعني مثلا ما فيه واحد بتولد فعله مسلم ما فيطلع مسلم فده يخش الجنة ما عملش حاجة البشر هو رفق إليه واحد تاني اتولد مثلا المسيحي واليهودي في عائلة مسيحية أو يهودية في بلد يغلب على عائلة المسيحية واليهودية طب ما ده غالبا يبقى مسيحية أو يهودية في التكافل الفرص هنا طبعا المسلمين يقول لك زي البعبوس هنا ويقول لك إيه لا أصل هو الإله عادل والتاني كان يجتهد لو اجتهد وأسلم كان يقى سبابه أكبر أنا مليش دعب سبابه دلوقتي أنا أتكلمك على القوام هو كل الظروف اللي حواليه تخليهوش مسلم فأنت عقبة عقوبة أبدية مع أن أنت مرسله الرسالة غير واضحة بلوغة غير مفهومة وغير موثوقة المصدر تمام والمحيط اللي حواليه كله غير مسلم يعني أنت عامل بالضبط زالي كتف واحد قيد واحد يعني ورمى في البحر أنت أخبرك وطلب منه أنه يعوم وإذا ما عرفش يعوم يغرق تمام ده ما نفعش أنت قيدته أنت فهم أنت لم تترك له سبيل فضلا بقى يعني الإله ده ليس كما الدعوم ولا رحيم ولا عفو ولا غفور ولا أي خرم الكلام اللي هو بوصفه بي ده تمام تمام ورحيم وعفو وغفور تمام يعني نفترض أن الإله الإسلامي ده موجود أنت فهم وهو كامل الصفات زي ما يدعون أنت فهم فالمفروض هو رحيم يعني كامل الرحمة وغفور يعني كامل الغفران وعفو يعني كامل العفو هو قدامه فرصة هو يثبت بقى الصفات دي أنه يجيجي كفار دول يوم اللي قام أقول بص أنت ولدين كلبه وما أطعتون وما أمنتوش بيا وبتاع وانا مفروض أدخلكم النار بس أنا عشان إله برنس وبتاع وعفو وعفور ورحيم يالله خلاص مش أدخلكم النار وما أدخلهم مش الجنة عم سيبهم في حتة أي حتة زر أعراف كده حتة ترانزيد كده تمام حل فين بقى الرحمة والعفو والفراد تم تغفل للناس دي تم تعفل العفو ده بيكون عن من ارتكب إساءة وهم يسيد إساءة إليك وما أمنوش برسالتك اللطيفة دي تمام اعفو عنهم بقى لا مفيش طب ارحموا فين الرحمة طيب الناس بتورع في النار انت فهام لا مفيش برضو تمام وهيبنلنا ليه الكلام ده تمام النقطة التانية ان هذه النارة التي اخترع عوصفها محمد من خياله تؤكد على نفسية محمد المريضة السوداء السادية الشريرة النرجاسية التي لا تتورع عن القتل والتمثيل بالجسس بكل من يعارضه زي ما حصل في فتح مكة فتح مكة اول ما دخل مكة قال لهم بصوا اربعة لو تعلقوا بأسطري الكعبة قتلوهم منهم عبد الله بن ابي السرح اللي هو اخو عصمان بن عفان فرداء عنا مش فاكر التلاتة البعين عقبة بن ابي ومعيد اتنين تمام في اتنين كمان كمان مش فاكره تمام فأنت يا راجل داخل منتصر تمام انت عفوت يا ابن المتناكة مريد نفسي هو نفسته صدى نار ونجوه ونرجاسي انت فاهم وبيجن جنونه من الناس اللي هي ما امنيتش بيه بقى واللي هي قاعدت تصخر منه كده تمام لا ينسى لا ينسى ابدا محمد تمام وكذلك المقرفة اللي كانت بتعمل شعر بتهجو راح باعت الناس انت فاهم وستة عجوزة قيدوها بن حصانين وفسخوا جسمها فسخ انت فاهم وكعب بن الاشرف اللي كان بيهجو محمد اليهودي اللي بعت خوف الرضاعة بص الحقارة بعت خوف الرضاعة عشان يقتالوا وقتلوا غيلة غدرا يعني وده بقى انه مش نبي ولا حاجة فيش يعني في نبي هيقتل احد غدر ومالفين الاله اللي معاك ما تدعو عليه اخي يموت انت فاهم وماذا بحب بن القريزة الذين ابادهم قتل رجالهم واطفالهم واخذ النساءهم وصبيانهم قتل رجالهم وصبيانهم واخذ النساءهم واطفالهم جواري وعبيد منهم صفية التي قتل ابوها واخوها وزوجها وعمها وتزوجها في نفس الليلة كما تفعل الحيوانات الشرسة حتى الحيوانات الشرسة لا تفعل فعل هذا والعرانيين الذين سمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم في الصحراء تركهم في الصحراء يلعقون الرمال بحثا عن الماء حتى ماتوا من العطش والجوع يعني قمة في السادية والنرجسية ده يعني عكس بقى في وصف محمد للنار لان احنا عارفين طبعا موضوع النار ده هو ايه يعني وصف النار ده كله من دماغ وهو من خياله المريد وخياله ومن تأليفه انت خبلك فده بقى اللي بقين لك سادية الاله الاسلامي ونرجسيته وانتقامه وعدوانه وظلمه ويعني اه اه اله شرير جدا زي نفس هو يعني عكس لنفس محمد لان احنا نعلم ان الله ومحمد شيء واحد انت خبلك محمد كلما يريد ان يقرر شيئا يجعله على لسان الله في هذا الكتاب المزعوم المكون من ايات مسروقة من اليهود والمسيحيين واضاف لها محمد ما يريد من الافكار ومن الامر ومن النواي نقطة الثالثة هذه النار التي اخترعها محمد من خياله المريد لتخوف اصحابه واتباعه من خلفته لم تمنعهم من قتل بعضهم من بعض يعني هو قاعد يخوفهم بالنار بالنار طبعا اتروا بعض في معركة الجمل وصفين لما تقتلوا وانا اتمنى كانوا ابادوا بعض لكن قتلوا من بعضهم من بعض سبعين الف وتقتلوا على السلطة وعى النساء وعى المال وعندنا وقت الحرة لما يزيد ابن معاوية دخل احتل المدينة مدينة محمد واختصب نساء كلها حتى يقال انه لم تجد بكر بعد ذلك في المدينة واستباح ثلاثة ايام سلب وانا فهذه النر التي اخترعها محمد بن خاله المريض لم تمنع اصحابه الصعليق قطع الطرق القتلى السفحين من قتل بعضهم البعض النقطة الرابعة محمد جعل مخلفته هي مخلفة الله نفسه وتستوجب النار الابدي يعني مخلفة محمد تستوجب النار الابدي حيث توحد مع الله لكن بصورة انه رسول يعني هو رسول الله يعني انا يا جماعة انتم بتطعوني اللي بخلفني بخش النار وبتاعش انا رسول الله وكده انا المتحدث الرسمي باسم الله الله مش بتكلم معكم مش هيتكلم معاكو انا اللي بتكلم معاكو باللسان الله فلا خلفني النار الابدي فدي حلقة من التوحد مع الله نفسه بين محمد وبين الله ليه بقى لانه محمد لم يكن بمخدوره ان يدعي انه ابن الله مثلا زي المسيح كده العرب شخرط له انت خبلك تبو دانع انت ابن الله يعني ازاي يعني تمام ليبرر هذا التوحد ما هو عايز يساوي بين كلامه وبين كلام الله انت خبلك يعني خليه شيء واحد وانه هو مخالف الكلام وهو مخالف الكلام الله ومعصيته هو معصى لله وسبه هو سب لله عشان كده دائما تلاقي كل حاجة في القرآن الله ورسول الله ورسول واطيع الله ورسول ورسول وعبس الله ورسول تمام حالة من التوحد تمام فحالة التوحد دي هو بقى عشان يفسرها للناس ان هو المتحدث الرسمي الوحيد باسم الله لكن كانت يقدر يقول ان هو ابن الله مثلا زي المسيح انت فاهم دل الاربع نقط يعني لقبل ما خش في وصف الجنة وتفاصيلها فخلينا نتعرف على النار في الاسلام ووصفها وعذاب من سيدخلها من المنظور الاسلام بص النار او جهنم في المصطلح الاسلامي للجحيم هي جاية من حتة اسمها وادي هنوم ووادي خارج القدس استخدمه العهد الجديد اللي هو المسيحية يعني الانجيل باسلوب مجازي ليشير الاعذاب تمام كلمة جهنم نفسها جاية من وادي هنوم وادي هنوم ده كان وادي خارج ورشاليم حوالين ورشاليم القدس كانت كان عنيين فيه بيقدموا قربين بشرية للالهب بتاعتهم تمام وبعد كده يعني اليهود جعلوا هذا الوادي يلقوا فيه بالجثث تمام هنا جات جهنم اللي هي ودي هنوم تمام فالكلمة مصروق اصلا من اليهود تمام اه جهنم يعني كما قال محمد شديدة الحرار شديدة البرودة انت فهمش ازاي انت فهم يعني الحرارة ضد البرودة ما نفعش بكان يبقى حار وبارد في نفس الوقت ما نفع مهم انه ايه يعني جهنم شديدة الحرارة قال محمد ناركم جزء من سبعين جزء من نار جهنم وشديدة الحرارة البرودة قال محمد برضو ان اشد ما تجدون ان البرد من زم هايج جهنم وانها سوداء كما سوادي الله حل طيب وجهنم معروفة من الجاهلية يعني ما اخترعاش يعني بخوفهم من حاجة موجودة هو زود في الاوصاف بتاعتها وده تفاصيل دي تيلز يعني هاي ديفينيشن شوية تمام لكن هي موجودة من قبل كده فكان قبل كده مثلا ايه عن طرى اللي هو الفرسج المشهور العربي كان يقولها تسقني ماء الحياتي بذلة بل فسقني بالعز كأس الحنظلي ماء الحياتي بذلة كجهنمي وجهنم بالعز اطيب ومنزلي تمام طيب اه وصف جهنم طيب احنا قلنا الحديث اللي هي بتاعت ناركم ها دي جزء من 70 جزء من نار جهنم تمام حلو ده على كده قنبلة زرية اقوى من جهنم بقى انت فاهم لان هو محمد بتكلم عن نار اللي كان موجود في وقته ليب واللعاب الحطب دي انت فاهم فاي يعني درجة حرارة مسلا كمتين درجة مقوية في 70 و14 الف درجة مقوية كمبلة هيدروجينية تعمل لك درجة حرارة نصف مليون درجة مقوية مقوية طبعا هو ممكن ما عرفش الكلام ده وبيزرط خلاص طيب محمد قال في الحديث برضو في صحيح مسلم يؤتى بجهنم يوم ما يذن لها 70 الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يجرون محمد بيقول الجهنم هيؤتى بيها لها 70 الف زمام الزمام ده اللي انت حبل بتجر من كل زمام بيجر 70 الف ملك طبعا ارقام في الهاري كله باشا في الهاري في الهاري انت فاهم 70 الف زمام بتجر منهم وكل زمام في 70 الف ملك انت اخذ بالك يعني عشان يبين لك ضخمتها وكده انت فاهم وفي حديث اخر منهم من تأخذوا نار الى كعباية ومنهم تأخذوا ركبتها ومنهم تأخذوا لحجزتي ومنهم تأخذوا لطرقوتي يعني النار ايه بتبقى فيه ناس في النار النار وصل لكعبها في الناس وصل ركبتها وفي ناس تلاقي النار خديته لغاية كدفه وفي ناس خديته خالص تمام وقال برضو في الحديث ان اهوان اهل النار عذابا من له نعلان من النار يغلي منهما دماغه وكما يغلي المرجل اللي هو القدر الحل يعني ما ارى ان احدا اشد منه عذابا وانه لأهوان عذابا الحديث منتفق عليه وقيل برضو في الروحة اخرى ده يبقى ابو طالب عم النبي يعني فهو عشان دعاله كده فهو بقى فاخف حتة في النار لابس ايه لابس حزاء يعني من النار بيغلي منه دماغه اسماء النار في الاسلام جهنم جيء في سلط الحجر قال 43 وان جهنم الموعدهم اجمعين الجحيم سلط المائدة 86 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وليك وصحاب الجحيم تمام النار فان لم تفعلوا لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقدوها الناس والحجارة عدة للكفرين سلط البقرة 24 الحطمة سلط الهمزة ايه اربعة الستة كلا لهم بذلنا في الحطمة وما ادرك من الحطمة نار الله موقدة سقر سلط القمر 48 يوم يسحبون في النار على وجوه ذوق مس سقر الهاوية سلط القارعة هات 8 11 واما من خفة موازينه فاموه هاوية وما ادرك ما هي نار حمية السعير سلط الملك 10 وقالوا لو كنا نسمع ونعقل وما كنا في اصحاب السعير طيب مين هم اهل النار بقى اهلها على الحقيقة ومكفر ومشرك انت اخبرك والعصار يعني اي حد غير مؤمن برسالة محمد انت اخبرك او اي حد مؤمن برسالة محمد كان مؤمن بس ايمان مش يقيني مش ايمان كامل عنده شك تمام والعصار اللي هم اصحاب المعاصي والزنوب لكن العصاء من المسلمين اصحاب المعاصي والزنوب ما بيخلدوش فيها خشوا كده شوية فيها وبتاع ترواه وبعد كده يخرجوا الجنة والحقيقة ومن كفر ومن شجون فهم خلدون وخلدون فيها كما قال تعالى فإن لم تفعلوا لن تفعلوا فاتقوا النار التي وقدوا الناس والحجارة وعدت للكافرين الاية دي تبين لك ان النار دي مشارية ومن اختراع محمد يعني الاله اللي هو خلق الكون ده كله اللي هو مفترض خلق الشمس ده هيعمل نار وخد الحجارة يا راجل عيب عليك يا راجل ده الانسان اللي هو بالزعم الاسلامي مخلوق عامل مايكرويف انت فهم وعمل افران كهربائية وافران غزية وبتاع وقود الحجارة ايه يعني الاله الاسلامي ده متخلف او قديم يعني وقود مناسب لوقت لانه النار كان بيولعه بالحطب والحجارة فهو محمد بقى بيقول لهم نار جوانا بدي معمولة بالحجارة بتولع بالناس والحجارة حط في الناس والحجارة فده بقى انك نار بشارية مش نار الهية نار الهية دي بقى كان يقول لك مثلا ايه فاتقوا النار التي واقودها مثلا الهيليوم مثلا انت فهم فتيجي الناس ما تفهمش يعني ايه هيليوم ساعتها بقى احنا نعرف نكتشف بقى من محيط البيئ اللي حوالي المهم وفي الصحة هنا الله تعالى مرادة من يخرج بعث النار من كل 1999 وقال محمد ان من يعجوج ومعجوج 999 ومنكم واحد طبعا من يعجوج ومعجوج ده قصة الواحدية عايزين نعمل سلسلة اسمها ايه اوهام اسلامية وخرافات اسلامية ونجيب يعجوج ومعجوج والمهدي والدبة والحاجات دي ليه يعني بيقولك بعث النار انت فاهم من كل 1999 ومحمد قال لهم من يعجوج ومعجوج 99 ومنكم واحد طب تفهم من كده ان يعجوج ومعجوج دول الف ضعف المسلمين يعني مسلمين مليار ونص يبقى يعجوج ومعجوج دول كم يا باشا 15000 مليار 1050 مليار ولا ايه تمام مليار ونص في الف بقى 1500 مليار يعني تريليون ونص تمام يا جوجو موجوج فين هم بقى تريليون ونص دول طلعلي منهم واحد بس تحدي الاية مسلم طلعلي واحد بس من يا جوجو موجوج اللي هم بحسب نص حديث تريليون ونص تمام هم الف ضعف المسلمين فين هم احنا كشفنا الكرة الارضية افتح جوجو الارث كلها متشافة كلها كلير تمام فين بقى يا جوجو ما جوجو دول ده لو عايشين في بطن الارض ما تشيلش مليار ونص هيكلوا منين التريليون ونص دول انت متخلى الرقم دول مش الف ضعف اهل الارض بس ده الف ضعف المسلمين يعني تريليون ونص فين بقى مفيش منه واحد شفنا كله كدب في كدب المهم هو وارد في جملة حديث صحيحة ان اكثر بنى ادم من اهل النار اهل النار اغلب الناس من اهل النار واكثر النساء من اهل النار وابع الرسل قليلين وبتاع انت فان ده حتى يعني بعد كده محمد قالك ستفترق هذي الامة تلاتة وسبعين فرقة كلهم في النار الا فرقة واحدة يعني العملات يقت كمان يعني اقعد تفتكر ان انت مسلم انت هتخش الجنة مش تخش النار لا حبيبي ده محمد قالك ايه بقى هذي الامة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا فرقة واحدة يعني انت مصيبتك مصيبة ايها المسلم يعني حتى ان انت مسلم مش تخش الجنة لا حبيبي ده انت المسلمين دول مقسومين تلاتة وسبعين فرقة انت ايه ضمنك ان فرقتك هي اللي في الجنة وممكن مثلا ايه الشع الاسماعيلية هم اللي في الجنة القديانية البهائية الاحمدية انت فهم المعتزلة مثلا حلو الاشعارة مثلا انت ايه اللي ضمنك ما ما فيش في حديث طبعا تاني متفق عليه طلعته في النرف رقيته اكثر اهلا من النساء طبعا محمد النساء عنده دول تحت الجزمة وبعدين محمد متنقض جدا يقولك الجنة تحت اقدم الامهات تفهم منها انت ايه بقى كده ان الامهات في الجنة يجي تاني هو يقولك الطلعت في النرف رأيته اكثر الاهل من النساء اتفضل يعني بص قذرت وحقرت وانسان حقير محمد ده يعني هو يختصب النساء ويستمتع بيهم ينسيهم ويستعبدهم ويلبسهم نقاط ويعملهم كالحيوانات يبطلوا الصلاة حل طب يخشوا الجنة وهم في الجنة يعني النساء ملغومش حاجة في الجنة المرأة ملغانش في الجنة حاجة كل المتاع اللي في الجنة للرجل لا يجي في الاخل يقولك هم اكتر اهل النار المهم صفات اهل النار من صفات اهل النار ان هو يعني دخلوا النار يعني مسلك اكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من النطع من المسكين وكنا نخوضهم اخوضين وكنا نكذبوا يوم الدين حتى اعتنا لقيم يعني فكان من الاسباب دخولوا من النار حتى دي مش مهم ان هما مش عب ما بصلوش ما بذكوش مش قصتنا طعام وشرب اهل النار تمام طعام اهل النار الضريع وهو شجر قد بلغ غاية الحرارة والمرارة وقبح الرائحة وهو الزقوم وكذا الغسلين وهو صديد اهل النار ده اكلهم يعني شجر يعني مشتعل بالحرارة وقبيح الرائحة وشربهم وهو الغسلين اللي هو صديد اهل النار وشرب اهل النار الحميم الذي بلغ غاية الحرارة إذا قرب من وجوهم شواهر فإذا شربوا قطع معاهم وفي سورة محمد مثل الجنة التي وعد المنتقون فيها نهار مش عارفة المهم كمان هو خالد في النار وسقوا معا حميما فقطع معاهم حل؟ يطعهم وشرب أهل النار لباسهم بقى لباس أهل النار والقطران والحديد ولهم ثيابهم من نهار مكان جهنم واصفاء مكان النار سجين وسجين ليجي كلمة مش عربية جات في القرآن بس قيلة في الأرض السبعة السفلة كما أن العرش سقف في الجنة فالمخلوقات كلما ارتفعت تسع كلما عبطت تضياقت فالجنة في أوسع مكانه عليها والنار في أسف المكان وأضياقه المهم لجهنم سبعة أطباق يعني سبعة طبقات جهنم ولظة والحطمة والسعير والسقر والجحيم والهوي تمام قاعر جهنم مسافة سبعين عاما كما في الأحديث التي رأوها مسلم يبقى كده استحال جهنم تقفى الأرض صح لأن قاعرها سبعين عاما ده سبعين عاما ده بقى ما تعرفش بسرعة ده بسرعة واحد ماشي واحد بيقع ما تعرفش تمام بمهم أن عمق الأرض مش بالدرجة دي تمام أبواب جهنم وأصورها أبواب جهنم مغلقة على أهلاك ما قال تعالى عليهم ناره مؤصدة سورة البلد أبواب جهنم مغلقة قبل دخول أهلاك إليها قول تعالى وصيقة الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابوها وقال لهم خزانتها لم يأتيكم الرسل منكم يتلون عليكم ويأتي ربكم مش عارفين تمام سورة الزمر أحاطة سرعة جهنم بالكفرين سورة الكهف لون جهنم جهنم سوداء وأهلاها السود وطبعاً نحن عارفين أن محمد عنصري طول عمره يعني الحاجة الوحيدة اللي بحاولوا ينفوا بها العنصرية ضد السود في الإسلام هي بلال بن رباح وده يعني اتبعوا محمد يعني قبلوا لأنه محمد كانش لاهوا حد يتبعوا هو كان في مكة بيتتبعوا مؤمن بيه بتاعشق 15 واحد طلع له بلال بن رباح ده اسود هزرع بقى المهم وفرح بيه عشان هو عايز أحد يتبعوا خلاص لكن طول الإسلام والعرب عنصرين مع أن هما أصلاً جزء كبير منهم سود وبشرتهم يوم الشؤر وعنهم زرع بس عنصرين ولاد وزخل العرب لغات يوم من هذا أكتر شعب عنصري في العالم تمام مع أصلهم الوضيع يعني أن هما بدوا أجراب لكن تلاقي العرب هما أكتر شعب عنصري في العالم بحساطة متعجزة العربية فيكلمك بقى يقول لك أن النار سودة وكل شيء فيها أسود وقد ضل على سواد أهلها والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات من الإسلام وطرقهم ذلة ما لهم من الله بن عاصم كأنما وقشرت وجوههم قطعاً من الليل المظلمة ويقول لك يوم تبيض وجوه تسود وجوه وكل ده تنمر على أصحاب البشر السوداء فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم وذوقوا الأعزم سورة قال العمراء المهم شدة حرها قال الله فرح المخلفون بمقاعدين خلافة رسول الله وكاره أن يجهدوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر كل نار جهنم أشد حراً لو كان أفقاه وفي الصحيحين بخيره المسلم اشتكت النار إلى ربها أنا مش عارف إيه النار بتتكلمتي قصص بقى كلها قصص تافهة يعني لا يؤمن بيها إلا سفيه أنا بعتقد أن المسلم اللي يؤمن بالقصص دي إنسان سفيه يعني مضطرب العقل يعني قبله يعني عنده مشاكل في دماغه تمام اشتكت النار إلى ربها يعني النار دي ليها لسان وليها بقء وليها كلام واشتكيت له بقاني لغة تمام وهو بيكلم إيه يا الله ده وعنده قودني يعني عنده وزن بيسمع بيها وما بيسمع الكلمة إزاي اشتكت النار إلى ربها فقالت أكلوا بعضي بعضا أنا ما أكل في بعضي فأذن ليه بنفسين نفسهم في الشتاء ونفسهم في الصيف فأشد ما تجدون من الحر من سمومها وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها تمام وده طبعا يدللك على كل البولو محمد ده من تأريف ولا فيه نار ولا فيه بطيخ ولا أي حاجة ليه بقى حديث بيقولك إيه إن النار اشتكت لربها قلت له أنا باكل في بعضي وبتاع فأذن لي بنفسين مش نفسين حشيش لا نفسين تتنفس يعني تمام فهو الله الإسلامي أذن لقى بنفسين النفس في الصيف والنفس في الشتاء فمحمد بيقولك إيه بقى محمد الكذاب بيقولك إيه بيقولك إيه إن الحر اللي أنتوا في الدنيا بيتلاقوه في الدنيا ده ده من نفس جهنم من حر جهنم والبرد اللي تلاقوه في الشتاء ده ده من الزمهارير بتاع جهنم طبعا إحنا في العصر بتاعنا ده في العصر الحديث ده إحنا عارفين من البرد منين بيجي منين والحر بيجي منين الحر بيجي في الأماكن إن تخبلك الشمس بتبقى متركز عليها أغلب السنة تمام والبرد ده بيبقى في الأقطاب بتاعة الأرض اللي هي بعيدة عن الشمس ولا فيه بقى جهنم ولا فيه نفسين ولا حجرين ولا أي كلام من الكلام اللي هو محمد بيزروطه ده وطبعا المسلمين تلاقوه دكتور ومهندس ومتاع اسمع الكلام ده هو الأمين وحاضر الهزب موزر الحمار تمام أوقات تسعيرها يعني إمتى بتشتغل تصجر جهنم أي تصعر كل يوم ونصف النهار وتصعر أحيانا في غير نصف النهار وتصعر أيضا يوم القيام يعني الله بيبقى بخلي الملايكة يزوده النار فيها يزوده الفوليوم بتاعها شوية كده في نص النهار تمام وفي الآية في صورة التكوير وإذا الجحيم صعرط ومعنى ذلك وقضت أنت فاهم بخطايا بني آدم التي إذا اقترض غضب الله علم فنزدادهم لهبا وتصعر يعني كلما الناس بتعمل خطايا الله بيئيه أنت فاهم بيروح رامي ايه رامي فحمي في النار دي حشان ايه تطوش كده وتول أنت فاهم غضب جهنم وزفيرها وفي تغيظها وزفيرها قال تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سامعوا لها تغيظها وزفيرها يعني مفروض جهنم أو النار دي كائن حي بيتكلم مع الله وليه عنين ولما بتشوفوا الكفار جايين عليها بتتغاز أنا مش عارف بتتغاز ليه ما معملهاش حاجة يعني تمام بتتغاز فتعط تصفر فتصفر نار بقى طبعا محمد يعني محمد برضو موهوب خلي بالك يعني محمد كان ايه ينفع ايه من افلام رعب لو عاش في زماننا يبقى كذب سيناريو افلام رعب افلام خيال علمي بيسرح بخياله جدا ومستغل طبعا ان الحوالي دول مجموعة من ايه من السزج والبلهاء البدو تمام بيسدوها اي حاجة بيقولها والعب مش عليهم بصراحة العب على المسلمين في العصر حالي بتاقي الواحد فيه متعلم ومصدق بهذا الهراء وهذا السفة وهذه السزاجة يعني المهم الدخان بقى والشرار بتاعها واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظلم من يحموم لا بلد ولا كريم انت فهم وثلاسل واغلال بقى انت فهم ان اعتدنا للكافرين ثلاسل واغلالا وسعيرا وجعلنا الاغلالا في اعناق الذين كفروا هليبزون إلا ما كانوا يعملون سورة السبا ان لدينا انكلا وجحيما وطعاما ضغصة وعذابا أليما تمام اله سادي نرجسي يعني عارف اله سادي تحس نوم الجستابو انت فهم؟ عارف جستابو دا اللي هو جهاز المخابرات اللي كان قائم هتلر وراسته ألماني الشلاقية بعد جدا حاجة يعني سادية دا مش وق يعني مش إله عادل بقى بيعاقب واحدة عما حاجة غلب بيعاقبه لا دا غلاني كده تحس ان هما مش عصومة امنوش بتحس ان هما عصوف تيزو انت فهم؟ فهو حيث بقى ايه ينتخل منه وانتقام بقى بشع انت فهم؟ وبعدين بقى ايه ثم في سلسلة تنضرعوها سبعونة ذراعا فاسلكوه تدخل السلسلة من دبره حتى تخرج من فمه كما ينظم الدجاج في الحديد اللي يوشون يا زي ما تحط على السيخ كده دخلك ايه سلسلة طولها سبعين متر تخش من دبرك يعني مؤخرة تطلع من بقك وتشيو عليه حجارة جوهنم انت فهم ايه مهم قلنا احنا طعام وشرب اهل النار اللي هو الحميم والحارة الذي يحق واشه اللي هو قطة الامعاء والغساق والبرد شديد البرد والصديد يعني القيح والدم والعرق والماء كالمهل كزيت المحروق اسود غليظ مونتن تمام اغطية النار وفراش النار لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك الناجز الظالم من صورة الاعراف يعني جهنم بيناموا على جهنم نفسها فوقهم غطاء زي اللحاف كده من نار جهنم برضا مهم خلقة اهل النار واشكالهم وفي عظم خلق اهل النار فيها وقبح صورة ما يقدم خرج البخاري من حديث ابو هريرة ما بين منكباي الكافر مسيرة ثلاثة ايام للركب السريع خرجه مسلم يعني الكافر في النار بيبقى بين منكبه يعني كتفينه مسافة ثلاثة ايام انا مش فهم يعني مية وخمسين كيلو يعني مية وخمسين كيلو متر مثلا بينه يعني مش فهم ازاي طبعا اوصاف خرافية واي هري في تمام وفي حديث تايم ما بين منكباي الكافر في النار مسيرة ثلاثة ايام للركب المسرع يعني واحد ركب حسن بسرعة هياخد ثلاثة ايام من بين كتفو دا الكتفو دا تمام وحديث برضو في صحيح مسلم درس الكافر او ناب الكافر مثل احد وغلظ جلد مسيرة الثلاثة ايام يعني درس او ناب الكافر في النار بيبقى دي جبل احد بيبقى دي الجبل وصمك جلده بيبقى مسيرة الثلاثة ايام تمام اوصاف يعني ايه الاوصاف دي انا مش فهم انت فهم اوصاف كده فشر وزرط يعني وطبعا ما فيش حد كان بيسمعو بياخدوه على قد عقلو بيصدقوه بتاع لانهم كانش مقتنعين بالكلام ده المقتنعين بالكلام ده المسلمين السوزك بتقول العالم وطبعا من اشكال عذاب النار سحبوهم على وجوههم يوم ما سحبونا في النار على وجوههم ذوقوا مسة سقر ومن اهل النار من يعذب بالسقود الاعلى النار ثم اهو فيها ومسلا من قتل نفسه بحديدة في حديداته في يدي يجبقى في بطن في نور الجهنم خلدا مخلدا فيها يعني الموت نفسه بسكينة يخش جهنم طبعا راجل تعبام من الحياة والموت نفسه تيجي تعذب دين ام وكمان بعد ما يموت خلدا مخلدا فيها قمة في النرجسية يعني والمرض النفسي يعني محمد يجيب لك بكاء اهل النار وضعائهم وطلب اهل النار خروج منها قالوا ربنا غلبت علاننا شقواتنا وكنا قاوم نضلين ربنا خرجنا منها فين عدنا فين الظالمون قلق ساقوا فيها ولا هتكلمون وطبعا دي حج على الاله الاسلام طبعا انت عم هم عصوك 60 سنة دخلتهم اتعذبوا وبتاع الواج بص احنا غلطانين واحنا كنا ضلين ورجعنا تانية مش نعمل اي حاج تمام قالوا اخساو فيها ولا تكلمون اله ظالم يعني ظالم زي محمد كده وشرير وابندين كلب انت فهم المهم احنا خدنا كده ايه خدنا صورة عن شكل جهنم ونار وعملت ازاي وكده تمام تعالى بقى نقول ملاحظاتنا على الكلام ده بعد ان تعرفنا على اغلب تفاصيل النار في الاسلام نستخلص القاتي يعني الخلاصة بتاعت الكلام ده اللي نستخلص هي ايه فالخلاصة اللي نستخلص عدة نقاط تمام اول حاجة محمد في وصفه للجنة والنار كان متوسعا في تعميق وتضخيم انصراء الخوف والامل اللي ابيعه وهذا ناتج عن عجزه في تعييد دعوة بالنبوة باي معجزة حسية او معنوية فلجأ الى البطش والقوة والجنة والنار تمام محمد توسع في تعميق هذه اوصاف هذه النار والتشديد فيها وتضخيم ها تمام ووصاف الجنة برضو وتضخيم ها والاسراف في وصفها تمام ليؤكد على عنصراء الخوف والامل المؤسسين لاي معتقد يعني يعني جناحي اي معتقد ديني الخوف والامل تمام الخوف من بعد الموت تمام وما سيحدث والامل فيما بعد الموت وما سيحدث تمام وهو بالغ في هذا الامر لانه عجز عن تأييد دعوة بأي حجة او اي معجزة زي ما احنا بينا مفيش اي معجزات قوم طلبو قالوا يا عم انت مش نبي طب ما تعمل زي موسى تشؤلنا البحر أو تطلع تضرب لنا عين في الصحرا كده أو تنزل لنا حاجة مستمعين ورين حاجة ورين اي حركة كده تمام تباين ان انت اي نبي فهو طبعا عشان هو كذاب فهو عجز انت خبلك عشان كده لما يؤمن به في مكة اي احد انت فهم إلا خمسة ستة واحد صاحبه ومش عارفه مراته واحد عبد اللي هو ابنال ابن رباح وابنعمه العائل الصغير وابن ابن ابن طالب صبي تمام فلم يؤمن به احد فلجأ البطش وقوز مع علمنا وقلنا الشعر بتاع حسان ابن سابت شعر الرسول اللي هو دعا دعا المصطفى ببطن مكة فلم يجب وحدش استجاب له وقد لانا منهم جانبهم وخطابه مع انه كان بيكلمهم باللين فلما دعا والسيف سلط بكفيه له واسلامه والسلامه وانابه يعني هو لما دعاهم وقعد يحاول يقنعهم محدش اقتنع لكن لما طلع السيف واجبرهم وحاربهم الناس امنوا فسبب مبالغة محمد في اوصاف الجنة والنار هو تعميق وتضخيم عنصري الخوف والامل لاباعه عشان هو عجز عن الاتيان باي حاجة واي دعوة من معجزات او نوعات او اي شيء اخر طبعا هيجي مسلم هنا وقال لك طبعا النبي لي نبوآت ومش عارف قال ستطول العرب في البنية الكل ما قيل عن محمد من احاديث وضعت في العصر عباسي كان العرب تطولوا في البنية خلاص باشا انتفهم والجنة والنار هي الجزرة والعصة التي كان محمد يسوق بها اتباعه نظرا لها شاشة المعتقد الاسلامي وضعفه عقيدة وتضارب وتناقضه وكذبه الواضح انتو خبلك الذي جعل الناس ترفض الإمام به الا بالإكراه بالسيف وبالقوة وطمعا في الغنائم انتو خبلك الانضمام للعصابة المحمدية للحصول على الغنائم واول ما محمد مات ارتد العرب جميعهم الا مكة والمدينة انتو خبلك والطائف ولم يرجعوا للإسلام مرة أخرى إلا بالسيف مرة أخرى بعد انقاتلهم أبو بكر فيما يسمع بحروب الردة فهو استخدم يعني هذا الوصف العميق للجنة والنار الحاج بقى بيعه عن استخدام عقولهم تمام لذلك تجد المسلم في العصر الحالي دوما لا إراضيا يتوعدك بالنار والعذاب العظيم والويل والصبور وعظائم الأمور لمجرد معرضتك لأي رأي ديني يعتقده أو انتقادك لأي رمز إسلامي ولو رمز مصطنع حديث زي الشعراوي أو غيره تلاقي المسلم يتحول لمجنوم مسلوب العقل ينبح عليك كالكلاب المصعورة أنت النار هتخش النار تلاقي تعليقات المسلمين كده علينا يعني على أي مش على الملحد ولا على أي مسلم يتسائل حتى أنت النار هتخش النار أنت لما أنت هتبقى فسقر أنت فجهن بإذن الله هتعرف لما هتموت لما هتموت هتخش وتلاقي زي المجنون كده أنت فهم زي ما عارفين يدين يعني بيخلي إنسان مضطرب العقل كل ما يزيد تلايير يضطرب عقله إلى أن يصبح مريضا نفسيا خالصا النقطة الثانية في العص الحديث حيث صارت الجنة غير مغرية بالقدر الكافي لأغلب المسلمين فأغلب المسلمين هتبعون الإسلام خفوا من النار والعذاب فقط وليس طبعا في الجنة لذلك تجد أغلب شوخ السلفية وخطباء الجمعة المسلمين يركزون خطابهم كله على عذاب القبر والصعبان الأقرع والصعبان أبو شعر ونرجو هنم وقبرك اللي هيدق عليك وشجر الزقوم وشجر البلعوم ومش عارف سلسلة يدخلوها في طيزك وخرجوها منين وأجي خوفك أنت فهم عشان تظل في القطيع ولا تخرج خاصة في العصر الحديث بعد افتضاح الإسلام وأنه مجرد خرافات ووعده التفاه في الجنة بطبئين فاكهة وكنبة ووحدة شرموطة نم معاها أنت فهم كأنه إله وانقواد عاهر أنت فهم فيعني الأمر غير ميثير للمسلمين موضوع الجنة لكن هم بخافوا من موضوع النهار أنت فهم فخطباء المسلمين وشيخ المسلمين ده من يركزوا على هذا الأمر بقمة في قضارة والدنو واستغلالا للضعف الإنساني من الخوف من الموت وما بعد الموت وده بلنا في النقطة التالتة اللي هي إن الإسلام لعب بقضارة ودنائة وهذا عهده دائما شوخ الإسلام يتبعون سنة محمد في الدنائة والقضارة والخصة والنذالة فبيلعبوا على الخوف الفطري للإنسان من الموت الإنسان عنده خوف فطري من الموت أنت فاهم خوفه بيولوجي حتى تمام من الموت لأن ما فيش حد مات ويجي قال لنا فيه وهو بيسمع الخرافات بتقوله ده نار ويح ويتخش جهنم وجهنم فيها فهو بيحاول استغلال النقطة تضعف البشرية هذه قمش استغلال تمام لابتزاز المسلمين عطفيا ونفسيا واستعبدهم وقيادتهم تمام بالرغم من عدم وجود أي دليل مادي ولا منطقي على أي حياة بعد الموت أو أي عذاب بعد الموت ما فيش دليل مادي ولا منطقي حتى على وجود أي حياة بعد الموت أو عذاب بعد الموت فيش حد ماته ورجع حكيرنا حاجة اللي احنا نعرفه إن الإنسان بيموت بتوقف عدو من أعضاؤه يعني الموت بيموت بيكتبه في شات الوفاء طلع تروحه أو اللي بيكتبه مثلا جات له جلطة أنت فاهم جات له سكتة دماغية توقف قلبه عن العمل فشل كلاوي تلايف كبد أي حاجة مرض بيؤدي إلى توقف عدو رئيسي من أعضاء الجسم عن العمل بينتج عنه توقف القلب أو توقف موت الدماغ تمام فخلاص الدماغ ده مات يا باشا راح بقى كل وعيك وذكراتك رحت أنت هو الإنسان في دماغه يعني دماغه هي كل شيء فروحت أنت خلاص بقى بتتحلل جسمك بتحلل أنت يعفن وتحلل وبعد كده بتيجي الكائنات بقى الكائنات المجهرية والدود تمام بيحلل جسمك وبيتحلل وخلاص بمكونات بيولوجية في الطبيعة وانتهت المسألة فيش أي دليل بقى أن الجسم ده بعد ما تحلل هيرجع تاني تمام يبقى جسم بنفس الوعي أنت أخذ بالك معشان تحس بالعذاب لازم يبقى فيه وعي بنفس الوعي بنفس القدرات ويرجع تاني ويتحاسب ويخش النار مفيش أي دليل مادي على ذلك ولا دليل منطقي إيه المنطق في ده لا منطق أنت فاهم لا منطق هو فكرة العود الأبدي دي اللي اختراعها البشرين القدماء لأن هم كانوا بزغوا في الحضارة وفي الغنى والتقدم والثروة فصعبت عليهم نفسهم أنهم هيموتوا زي يوم زي بيت الحيوانات ويتحللوا وكده فهم لاخترعوا هذه الفكرة وبنوا الأهرامات من أجلها من أجل أنهم هم معتقدين أن أنت هتصعد للسماء بعد ما هتموت وهتحاسب هم عملوا الإله معت والصراط والحساب والكلام ده كل أنت فهم ومن هنا توطرت الفكرة فالفكرة بقت يعني في الوعي الإنساني موجودة أنه بعد ما يموت يذهب لمكان هو لن يذهب لأي مكان يعني كلها أساطير متوارسة في النهاية يعني في النهاية يجب على الإنسان العقل السوي أن يتحرر من الخوف والأمل فيما يخص بعد الموت إذ لا حياتها بعد الموت ولا دليل منطقي ولا مادي على وجود حياة بعد الموت والتجارب العودة من الموت ما فيش ده بشا واحد في غيبوبة ما ماتش على حاجة مات ده يعني وعي انتهى ده موت ده تحلل ومات وقلبه انتفهم وعضاء جسمه تحللت إحنا شفنا حد رجع قبل كده من الموقف ده لا اللي بيحصل ان واحد بيبقى جات له غيبوبة انتفهم قلبه يعمل بس دماغه مثلا لا يعمل انت خبلك دماغه مات ورجع تاني انتفهم او الدماغه توقف مؤقتا ورجع تاني انت خبلك لكن ما فيش بقى العقدون من الموت ما فيش حد بيموت ويعود منه فلا دليل مادي والعقلي على وجود حياة بعد الموت لا يوجد سوى موروسات من حضرات سابقة قديمة المصرين القدماء هم اول من تكلم في هذا الامر واخذوا منهم اليهود واخذوا منهم المسيحيين واخذوا منهم المسلمين بس هي دي الحجائق دي قص وكتب صفراء تنسب البدو في الصحراء ولا دليل مادي على وجود على وجود هؤلاء حتى البدو ترفيه يعني لا دليل مادي ولا اركيولوجي على وجود شخص اسمه محمد هي قصص بتتحكي محمد نفسه فيش دليل عليه انه كموجود ولا موسى ولا عيسى او المسيح او يسوع سميه كما شيء قل لها شخصات تاريخية فقط على الورق بتحكي لكن لم يكن لها اي وجود تاريخي ولا اي دليل على وجود اي نبي من الانبياء فيما كتب في الحضارات القديمة الحضارة المصرية الحضارة العراقية فيها مجرد خرافات متوارثة مثلها مثل الجن والعفريت والمينة الاغولة وبرجلة مسلوخة مجرد خرافات يا سيدة جيلفاد كلها خرافات فتحرر عقل الانسان من الخرافات والاوهام ضرورة ومهم ليعيش حياة سوية جميلة يستمتع بها حياة منتجة يستفيد هو بها ويفيد مجتمعه ويفيد البشرية يعني انشتاين لو كان عمال يفكر بقى لو انشتاين ده كان مسلم كان بقى انشتاين يعني انشتاين لو كان عمال يفكر في الجنة والنار وخش حماما برجله الشمال ده كان بقى انشتاين استعلم لو احمد زويل كان بفكر كده ما كانش بقى احمد زويل احمد زويل لدي خد الاسلام ده مجرد كده ثقافة بتاعها انا اسم احمد وباخل بسبوسة وقطايف في رمضان وممكن اصوم كده كم يوم في رمضان بتاعه ممكن اصلي الجمعة مرة في حياتي وخلصت. لكن الافكار الدنيا دي كلها هو لا يؤمن بها اصلا ولا افكر بها ولا تشغل اي حيز من تفكيره لانها مضيعة للوقت والجهد. تمام? واستهلاك للطاقة الانساء. انت فاهم? فتحرر عقل الانساء من الخرافات والاوهام ضرورة ليعيش حياة سوية جميلة اا منتجة انت خبلك لنفسه اا وللبشرية تمام? يفيد بها مجتمع البشرية. ولا يضيع وقته في غراء كتبوه بدوي اجرب مامحون قطع طرق وزير نساء. يعني محمد دافل او في الاخر ايه عشان تصدقوا. هو شخصية اا لا دليل تاريخي على وجوده ولا دليل اركيولوجي ولا دليل مدى على وجوده. نفترض ان هو كان موجود. طيب هو محمد بدوي اجرب انت فاهم عفن قطع طرق. زعم عصابة قطع طرق. اااااا والمسلمين روالنا غزواته وعملات السطل المسلع اللي كان بطلع فيها وزير نساء ومختصب ااا اطفال وتزوج من طفلة وتزوج من مراتب. يعني شخصية غاية في السوق يعني مش شخصية حتى لو وافترضنا ان هو كان موجود الشخصية التي تحترم ليتم الوثق بيها خالص انت فاهم شخصية قاية السوق غاطر حقارة يعني المسلمين نفسهم اا لو اا حكيت لهم الافعال التي فعلها محمد تحت اسم شخص تاني هيحتقروه يعني لو قلت لهم ان في واحد اسم جون تجوز طفلة عندها ست سنين وتجوز مرات ابنه تمام وكان بيطلع في حملات سطو مسلح يسطع على القفائل القوافل تمام وعمل ابادات جمعية واباد قبائل وكده هيقولك ده انسان حقيره قزره بتاعه اشتموه شيل جون حط محمد لا ده رسول الله افضل البشر انت فاهم فالمشكلة فيك انت صديق المسلم المشكلة في عخلك انت الوريانتيشن بتاعه مش مزبوط انت مش مجف التجاه الصح انت عامل حجاب حال عليه تمام اا فالدينية والالحاد هي الطريق الصحيح للتخلص من هذه الافاتة العقلية صدقني انت لا انت استريح الا بعد ان تطرق كل هذه الخرافات الدينية الاسلام المسيحية اليهودية وراء ظهرك وتبقىها في صفحة القمامة حيثما كانها الصحيح تمام فالدينية والالحادية الطريق للتخلص من هذه الافاتة العقلية المسمى بالاديان والتي تزرع الخوف والجهل تمام والعنصرية والتعصب في عقول البشر بس ده اللي انا كنت عايز اقوله ودي الرسالة اللي انا كنت عايز اوصلها وتمنى انتوا كونوا استمتعتوا بالفيديو يعني وحب اذكركم بالاشتراك في القناة ودعمها وعمل شير ومشاركة للفيديوهات على موقع التاصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وتيك توك ومشابه وعمل لايك للفيديوهات ومشاهدة الفيديوهات السابقة اللي التي اصدرتها على القناة وإلى اللقاء في فيديوهات اخرى